بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا تعودنا ان حلقة يوم الاثنين بناسير في مهمة من اهم مهمات الحياة وخاصة معقادة الرأي وخاصة في زر التراجع اللي احنا شايفينه لمجموعة من القيم المهمة اللي بقى الناس قلقانين بسبب تراجعة واحنا بديين شوية نشتغل بشكل كبير جدا جدا على بناء الانسان واحنا قدنا نتكلم مدة طويلة على انه ايه الركن الاساسي في بناء الانسان وانه الركن الاساسي في بناء الانسان هو القيم لان القيم هي الركيزة في مسألة الاخلاق اذا كانت الاخلاق بتتكون من قيم بتتحول الى سلوك من خلال نية وارادة فكنا لازم نتكلم عن القيم وتكلمنا عن منظومة القيم وقلنا ان احنا عندنا قيم من ثلاثة عليا اللي هي الرحمة والخير والجمال ولما درسنا القيم دي واللي اخدناها من حديث جبريل اللي هو اسمه ام السنة وجدنا حاجة غريبة اوي ان الحداشر قيمة الفعالة اللي موجودة في حياة الناس الان مردهم الى الثلاث قيم دول وابتدينا نتكلم عن قيمة مهمة جدا وهي قيمة الرحمة فوجدنا مجموعة من القيم الحداشر دولة بينضو تحت قيمة الرحمة فوجدنا قيمة البساطة مع قيمة المحبة كمان مع قيمة التسامح وجه وقت القيمة الرابعة اللي بتكون قيمة الرحمة وهو الكلام عن قيمة مركزية قيمة لو اختفت يهتز اتزان للانسان بل يفقد الانسان اتزانه وهي قيمة كثير ما نتكلم ان هي متوفرة فينا بس احنا محتاجين ان احنا نرجعها محتاجين ان احنا ندرسها لان القيمة دي لما بتختفي بتضج الذات الانسانية بالصراعات وبيبقى الانسان سهل ان هو يتوحش وسهل ان هو ينخرط في اعباء كثيرة في الحياة قيمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها كلاما واضحا يتكلم عن قيمة التواضع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اجل الناس خلقا وكان اول شيء بيلمحه الانسان في حضرة النبي وبيلمح رحمته كان يلمح فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم التواضع ليه تعريف التعريف يقول ايه ان الانسان يكون عارف نفسه مش بس يكون عارف نفسه يكون عارف نفسه وبيكون بيحطها في مكانها الطبيعي ويحطها في مكانها الطبيعي وهو بيدن نفسه حكمها الحقيقي لا بيهون منها فتزل ولا بيضخم فيها فتضل الإنسان بيكون ساعتها عارف هو مين ويستطيع أنه هو يكون فعال في الحياة هو ده التعريف اللي الناس استلحوا عليه أنا بحب تعريف تاني شوي إن التواضع إن الإنسان يعرف ثلاث حاجات التواضع إن يعرف الإنسان واضعه اللي هو خالقه اللي هو أنشأه اللي هو وضعه في هذه الأرض وهو الله فبدون معرفة الله سبحانه وتعالى ما فيش تواضع أن تعرف الله في جلاله وتعرف نفسك في اتقارك أن تعرف لله في جماله وتعرف نفسك في احتياجك إلى الله سبحانه وتعالى لكي تكون جميلا ولكي تكون حسنا وأن الإحسان لا يكون إلا من تجل الله عليك يبقى يعرف الإنسان واضعه ويعرف الإنسان واضعيته إنه هو مستقبل وجه مولاه مش بس وإن مولاه وضعه في وضعية معينة في الأرض وهو أن يكون له مقاصد فرما ربنا خلق ووضعه في الأرض جعل له وضعية إنه هو له ثلاث مقاصد العبادة والعمران والتسكين يبقى التواضع أن أنت تعرف أن أنت ليك وظيفة وليك مقصد من خلقك الله سبحانه وتعالى وما خلقت بجنة والإنساء إلا ليعبدون فده جزء من تواضع الإنسان جزء من تواضع الإنسان إنه يعرف هو أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها إنه يعرف إنه موجود للعمران جزء من تواضع الإنسان إنه يعرف ونفسه وما سواها فألهمها فجوره وتقوى قد أفلح من زكاه ده جزء من التواضع أن يعرف وضعه وأن يعرف وضعيته وأن يعرف موضعه هو فيما أقامه الله فيه يبقى أنت عشان تبقى متواضعا لازم تعرف ما أقامك الله فيه فعشان كده تعرف وهو معكم أينما كنتم فالله سبحانه وتعالى وضعك في هذا فعشان كده التواضع ليس نوع من أنواع تكلف للإنقاس من الزات شفت ناس عايزين يفهموا التواضع فيبتدي يتكلم عن نفسه كلام سلبي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش للإنسان أنه يحاول بقدر الإمكان أنه يقلم من نفسه أوهين نفسه ليس للمرء أن يزل نفسه ولذلك لازم نفهم أن التواضع أن أنت تفهم حقيقة ذاتك أنا عبد ومن تراب ولكن طلب مني رب الأرباب أن يكون لي سمات وأن أعيش في هذه الدنيا بهذه السمات ولذلك مش هيكون الإنسان متواضع إلا إذا كان بهذا الحال صاحب رسالة وعارف أنه عبد وفي نفس الوقت متقن لعمله ولا يتجاوز هذا العمل وهو ملتزم بهذا العمل فالتواضع أحد أهم سمات المتزينين لأنه بيعمل فائض يتيح للإنسان أنه يطور نفسه مظاهر بأن خفاض التواضع أن الإنسان يتمركز حول ذاته يشوف الدنيا من خلاله هو بس من كمان بيتراجع التواضع وباللحظه بشدة لما تلاقي الإنسان وثوقي ما عندوش أي احتمال أن يكون أفكاره قابلة للنقاش الحاجة الثالثة إنسان بيبقى كمان بيظهر عليه أنه وفاقة قيمة التواضع لما بيعتبر قيمة الإنسان الحقيقية في الكم والوجاهة الحاجة الثالثة الحاجة الرابعة اللي بيظهر فيها إن الإنسان فاقت لقيمة التواضع هو التقليل من نجاحات الناس آخر حاجة كمان بيظهر فيها إن الإنسان فاقت لقيمة التواضع هو إن الإنسان يوصف نفسه بما ليس هو أهله وأن يريد أن يحمد بما لم يفعل وعشان كده لو أردنا إجراءات سريعة تخلينا نرجع للتواضع إن إحنا نتعود إن إحنا نمدح أولادنا ونمتني لأولادنا ونبتدي بالأقرب إلينا وكمان نمدح الناس وكمان نمدح الناس بماذا؟ باعتدال لما نيجي نوصف أولادنا نوصف أولادنا بإن هم ناس عندهم مميزات بس ما نخلهمش أشتر عايق أشتر تلميس في الدنيا لكن لما نيجي نمدحهم نمدحهم باعتدال ونحسن الحسن كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الحسن ويتغاضع عن القبيح لما نعمل ده ده الإجراء التاني اللي ممكن نعمله مع الناس تالت إجراء بقى إن إحنا نتعود إن إحنا نعتذر لما نخطئ ورب أولادنا على إن الاعتذار مفتاح للأنوار لما تعتذر تقدر تشوف الحقيقة وربيهم على ده لأن إحنا ربناهم على إن الخطأ كارثة مش ممكن نعترف بيها بتبقى شيء من أسوأ اللي إحنا ممكن نعمله رقم أربعة نحترم أولادنا ونعلم أولادنا إننا بنحترمهم بنزلهم منزلتهم ومن أول منزلة بنعلمها لهم إن إحنا ممكن نتعلم منهم آخر إجراء ممكن نعمله إن إحنا نعمل بشكل دوري على خدمة الناس إحنا وأولادنا ونكون الخدمة ديت طالعة من قلوبنا وشايفين فيها إن ربنا أقامنا في ده لسه عندنا كلام كتير عن التواضع وعشان نتكلم كلام جيد عن التواضع لازم نستقبل ضيوف وضيوف كرام عندهم خبرة وعندهم خبرة مليانة بالنور والبركة ولكن هيكون حوارنا معهم بعد الفاصل فبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونكمل كلامنا عن التواضع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضعنا دائما في حضرتي وبين يديه لنكون محلا للأنوار ومنزلا للأسرار بعد الفاصل نكون مع ضيوفنا رجعنا لحضراتكم والكلام عن التواضع ما بيخلص كلام عن التواضع كلام بيخلي الواحد يحس أنه ممكن يقدر يراقي نفسه ويرجع مرة تانية ويشوف الأمور على حقيقتها لأن دايماً كل ما بتتضخم نفسية الإنسان ما بيقدرش يشوف الحاجة على الحقيقة أنا في حقيقة عندي ضيفين يعني كرام وأصحاب تجربة أنا بحبها جداً جداً وبحترمها وبقدرها جداً معايا الأستاذ عبد الرحمن طريق إحيا وأستاذ عبد الرحمن طريق إحيا بيشتغل في مجال التدريب وبجمال التدريب كمان التدريب الناشئين وهو صاحب هو مدير قطاع البراعم لكرة القدم بأحد النوادي الرئيضية المشهورة وهو كمان صاحب تجربة هنتكلم عنها ولكن الأول حاجة أنا برحب بحضراتك أستاذ عبد الرحمن أهلاً بك أولانا ولي الشرف أن أنا موجود مع حضرتك الله يبرك في حضرتك أستاذ عبد الرحمن معنا الأستاذ عامل موسى وهي في الحقيقة صاحبة أحد خطوط الأزياء بس كمان هي مربية لنجم فعشان كده هنتكلم مع حضرتك في هذا السياق أستاذ عبد الرحمن أنت طبعاً بتشتغل في تنشئة البراعم البراعم كلهم جايين عشان يبقوا نجوم فأنت دلوقتي بتعمل إيه في هذا السياق وإنت عارف أن السياق ده بيبقى السياق بتتعامل معه لازم يتعامل بيه بدقة أول حاجة بتحاول تعملها مع النشئين أولادك اسمح لنا أسميهم أولادك وأنت بتدربهم أول شي بتعملوا إيه عشان يتجنبوا بعض المزالق اللي بتتعلق باختفاء قيمة التواضع هي قيمة التواضع يعني لو في وسط القيم كده لو هنبص عليها هنشخصها يعني هتبقى قيمة برضو متواضعة يعني مش بتظهر في أقوات كتيرة ممكن تظهر أكتر في أقوات النجاح مثلاً أنهم يكسبوا مطشق أو يبقوا مثلاً كسبوا بطولة وبتظهر برضو في أوقات الفشل إنه هو لو خسر أو عمل مشكلة في مطش ما بيتعامل زي مع المشكلة دي بيتخانق بيكسر ولا بيرجع ويقول أنا عملت إيه غلط ويبتدي يصلح من نفسه يعني حدق في التصنيف شغلك بتشوف أن فيه قيم بتبقى بارزة أوي وفيه قيم بتبقى مش بارزة أوي عندما بتشوف قيمة النصر مثلاً قيمة الفرح قيمة السعادة بتبقى بارزة جداً وقيمة كمان الصبر لما يخسر مباراة لكن قيمة التواضع عند شايفة بتبقى يعني مختفية شوية مختفية وما بنعرفهاش غير بالعشرة وبالشغل مع الأولاد وقت طويل ولما بتظهر القيمة سواء مختفية أو موجودة عند حد يعني لما تكون موجودة عند حد بيباين قوي إنه هو الولد نفسه أسر قلبك يعني محترم ومتواضع حاجة محترمة جداً ومن سن صغير وهو كده معينه ممكن يكون أحسن من ناس كتيرة جداً في اللي هو بيمارسه والناس التانية ممكن تكون أقل توضعاً منه خلينا أقول لحذك حاجة كده بنعرف أنا أب وأعرف القصة دي بتجد في بعض الأحيان إن الإبن المتواضع بيخليك تخرج كل اللي عندك وكأن عندك شفقة على إنه هو مش هيصارع عشان ياخد فرصته فالده إزاي بيحصل في التدريب ده بيبقى مريح يعني ما بيبقاش يعني مثلاً لما بتقوله معلومة أو بتقوله حاجة مش بيكابر فيها لا بيجربها الأول طب ولو جربها وما نفعتش ممكن يجي يقول لك والله يا كابتن أنا مثلاً جربت دي وما نفعتش أو حصل إن أنا حاولت أعملها ومعرفتش ده كده بتخرج أحسن ما فيك كمان جداً وإحنا يعني إحنا المدرب الشاطر بيسيب المساحة دي بينه وبين الولد الزكي إنه هو متواضع وزكي في نفس الوقت فبيبقى عنده القدرة إنه هو يشوف الحاجة بطريقة مختلفة عن الشخص اللي ممكن ما يكونش عنده تواضع أو عنده كبر إنه هو مش عايز معك أصل هو شايف إنه هو بيعمل أحسن حاجة في الدنيا ومش محتاجك فطبعاً دي بتبقى في السن الصغير صعبة وبتبقى غالباً ممكن تكون جاي من البيت برضو البيت برضو بيبع عليه عامل كبير جداً إنه هو يغرز القيمة دي في الولاد ممكن يكون بيضخم فيه طول الوقت بيقوله زي ما حالكوا تقول قبل الفاصل اللي هو الاعتدال في إنه نقول للولاد أنتو بتعملوا إيه كويس وتعملوا إيه وحش فده مهم جداً بما إن حضايك كلمتنا على البيت لازم ننتقل بقى لأستاذة أمل موسى وهي بجانب عملك عملك اللي حضايك بتمارسيه كمان أنت حضايك أم الأولاد كان فيه منجب هو الأستاذ عبد الرحمن الرشدي هو الفنان اللطيف الحبيبي أستاذ عبد الرحمن الرشدي طيب حضاياتك بقى أكيد كنت شايفة عبد الرحمن بيتطور في ناحية البروس بروز القيمة الفنية عنده إزاي حركة عملتي مع ده وإزاي تعملتي فيه في وسط إخوات أنا في البداية بس حاب أقول أن أنا يعني كان نيتي في تربية ولادي أن هم يطلعوا أولاد أسواء أسواء متزينين يعني متزينين معنهمش الأكستر يعني الشمال أو اليمين أوي فكنت دايماً ده حريصة أنه هم يكونوا كده معتادلين في كل حاجة فكنت دايماً اللي يخطئ بواجهه بالخطأ يعني أنت أغلطت في كذا تعال نشوف الغلط ده كان في إيه شايف المواجهة بالخطأ جزء من صناعة الاتزان والتواضع مهم جداً جداً لأنه الخطأ النهاردة لو أنا عديته بس في أهل كثيرا بيخافوا يواجه أولادهم بالخطأ من قبيل أن هم يروح حماء بيهم ما هدي رحمة برضو لأن أنا مش عايزة يتكرر عشان ما يتكررش يعني أنت غلطت في كذا تعال نشوف غلطنا في إيه طيب الخطأ لو تكرر إيه صعبته بيبقى عادة بنتعود أيوة هو ده الخطر بقى إن الخطأ لو تكرر الإنسان بيستمرئه وبيعتاد عليه بالزبط فإحنا بنتعود على الغلط ولو أنا فوته مرة واثنين فخلاص ما هي مهمي مش بتحسيب ما فاهمتنيش أنه ده غلط بالزبط طيب ما قلتيش أول مرة أنه كان غلط لكن لا هو ده غلط وغلط ليه وعملنا ليه طيب نصلح نحاول نصلح أول غلط ليه وعملنا ليه يبقى حضرتك كمان وانت بتعرضي أنه ده غلط بتراعي أسلوب أسلوب الغلط تعال بتتدرجي في وصف الأخطاء ولا كلها بتبقى وصف واحد في عرضها لا كل خطأ له يعني أعتقد أن كل مراحل الأخطاء برضه متفوتة يعني فيه غلط فظيع وفيه يعني أنا كنت زمين براعي قوي المصطلحات بتاعت الولاد يعني فيه كلمات كده كانوا يجيو يقولها لي من المدرسة لا كانت ما يفعش تقول الكلمات آه يعني كلمة مش مناسبة مش مناسبة آه خالص يعني أنا يعني بدأ من من تحت من تحت من الكلمات من أول الكلمات من أول الكلمات مع التصرفات مع الخلق مع السلوك مع العديدات مع أنه أنت ترضى يتقال لك الكلمة دي آه يبقى فيه 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 توقيف على معنى الخطأ بإن أنا أخليه يقف مع نفسه بالضبط واجه دايما حتى كنت أقول لعبد الرحمن تحدين واجه ما تاخدش الغلط وخلصه وخلص حتى كنت دايما أقوله أو هم الأربعة يعني ما شاء الله كنت دايما أقول لهم خدوا قرار وتحمله يعني ياخد القرار وتحمله وتحمل مسؤولية القرار غلط هنعرف غلطنا فيه طب دا ما يخلوش أتكبر أنه خلاص بقى صاحب قرار لا ليه بقى لأنه كان عندي برضو حاجة دايما كنت حريصة عليها أنه إحنا زي ما بنعمل حاجة صح إحنا بنغلط إحنا بشر وزي ما أنا بقدم خير لما حدي يديني حاجة مش حلوة ما بقاش الديني الحاجة اللي مش حلوة دي هو ده غلطان وانت الصح لا كلام ده في غاية الهمية جدا 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 نجوز من اتزان أولادنا أن يبقى أولادنا عارفين أنه هو احتمالية الخطأ دي ورد عندنا وإحنا زي ما بنصح لهم الخطأ ما بنفهمهمش أن الخطأ ده هو نهاية العالم وده هو الدرجة من درجات الاتزان اللي احنا لازم نقرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يتعامل مع الشخص أنه أخطأ ويحسبه ويعقبه بس في نفس الوقت يؤكد حقيقة وأنه ما زال يحبه الله ورسول طيب إحنا الوقت لما كانوا بيعملوا أخطاء كنت حضرتك بتنبههم لده الشخص اللي بيعترف بخطأه إيه أول حاجة بتلاحظيها في شخصيته بيبقى خلاص أنا عرفت يعني بنحاول بقى أنه ما يتكررش الخطأ بنبقى عارف أن الخطأ ده خطأ ليا وعليا في نفس الوقت يعني لن أقبله ليا ومش أعمله تاني ومش أقبله في اللي حوالي فما أصبحتش السلوك ده تخاص بي لكن خاص كمان بالآخرين فبيعود بفكرة احترام الزيت بسكيل أكبر بالزبط احترام الزيت سيد عبد الرحمن أنت الأولاد طبعا بيحتاجوا إلى مكافأة إزاي لما واحد بيعمل حاجة كويسة ونكافؤوا ده ما يقديش إلى الغرور وخاصة أنت عارف بيبقى لما ييجي يعمل حتى بص اللعبة دي لما ييجي يعمل حركة دي يعمل حركة كده فيحس بأنه هو إنسان محتاج أنه يبقى كلمة فخور يعني فهم حضرتك الفخر ده بيبقى حاجة مهمة جدا هو يعني عامة اللي محس أن مجال التربية أو التدريب أو الرياضة أو حتى التدريس بيحتاج أن إحنا نبقى قرين قوي لشخص اللي قدامنا إيه أحسن طريق التعامل حتى اللعيبة لما تسألهم فيه لعيبة بتحتاج تعامل معين فيه لعيب مثلا لو أنت عايز تلعب معا لعبة إنه هو عمل حاجة غلط أو عمل حاجة صح تاخد مثلا من وقت لعبه في الملعب ده الدائق جدا فيه لعيبة تانية مش فارق معاها يفرق مثلا معاها منظرها قدام الولادة التانين أو منظره قدام باقية اللعيبة اللي معاها أو منظره قدامه مشجعين مثلا دي الفكرة فهي دايما بتفرق في الشخص اللي قدامك ايه أحسن مفتاح تشتغل بيه معاه فحطة الغرور دي أنا بالعكس أنا حتى يعني كان نفسي أتكلم كمان عن فيه حاجة كده لقيمة التوضع إنه هو يبقى يعني خنوع شوية أو تقلب مع الضعف شوية مش عايزين دي خالص بالعكس زي ما حركت تقول إنه يبقى فيها اعتدال فيها ويبقى فيها فخر لأ دي حاجة مهمة جدا فبيبقى فيه أولاد هما عندهم قوة شخصية أنا عايز أحافظ على دي أنا مش عايز أوديك إنه أنت تبقى متواضع فتبقى ضعيف في الشخصية فيه ناس فيه ناس كتيرة بيبقوا مشكلتهم وحتى مش بسمع أنت حالك بتقوم بدور المعلم ودور الوالد وكده فيه كتير من الأباء والأمهات والمعلمين لما يشوف واحد معتد بشخصيته ويعتبر إن ده تحدي دي ويحاول يكسره فده بيبقى خطر جدا 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 ولذلك دايما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إحنا متصويرين حضرت النبي لما يجي تكلم عن حاجات تكلم على بقى في السياق بقى قادة الرأي العام والكبار والسياسيين لا ده كمان في أولادنا إن إحنا ننزل الناس منازلهم لما واحد يكون راجل مستقيم الشخصية وقوية الشخصية ما يكسرش إزاي ما نكسرش واحد يكون موهوب مثلا يعني لازم الأول أبص أشوف هو بيعمل ده من منطلق إيه بيعمله من منطلق إنه هو قلبه على الفرقة مثلا فبيزع الولاد التانين هو حاس إنه هو مقدي بشكل وحش مش مقدي دوره فده مقدي إنهم متعصب لازم أشوف الدافع بس اللي بيحضرهم اللي بيسموه الغيرة غيرة على الفريق أو الغيرة على الفريق ده عاكوا ياسا ليه اللي موتها في الولاد بالعكس أستخدمها بس أقوله يوظفها صح إزاي لكن فيه فيه ولاية تانية بتبقى بتنطلق ويمكن يوم في الأيام هو بقائد الفريق لما يكون عنده وده 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 أنت عندك تجربة مهمة جدا يا سيدة برحمن أنت خدت دبلومة في أنك إزاي ترب الأولاد إزاي تدرب الأولاد على الكرة من خلال مدخل الأخلاق والقيم مش كده دي حقيق محتاجين دي واحد نتكلم كده عن التجربة دي لأن تجربة مهمة قوي وعلا تعرضتوا فيها لقيمة التواضع يعني زي محراك قلت فيه قيم أساسية دايما بنخبط فيها أحد القيم دي هي التواضع أو أنا أريدك تقول لي كمان أنت ناود 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 هذا في مصر لأننا أنا عارف أنه داد أنت تعلمت برا مصر نحن نعمله الحمد لله نحن نحاول نعمله من خلال تواجدنا في الأندية الرياضية في تدريب كورت القدم أو حتى في الرياضات الثانية أو حتى في عمل الموجود الصبح يعني هي فكرة الرياضة عامة عندها ميزة بلتين مولودة في منية الأساسية بتبين الشخص يعني بتبين حقيقة الشخص لأن أنت بتتنافس فلما بتتنافس بتنسى أي صورة أنت كنت بتحاول ترسمها فبتظهر صورتك الحقيقة فدي ميزة المدرب الشاطر اللي بيعرف يقرأ الولد ده عنده مشاكل ايه أو عنده مميزات ايه بيبتدي يشتغل عليها ومهم جدا أن دايما بيبقى فيه تاست كده أو امتحان للقيمة في التنافس أكتر يعني من أكتر الحاجات اللي بتبين القيمة دي أنت صادق فيها ولا بتدعيها أن أنت تتنافس أو أنت تلعب مع حد على الحاجة فده بيظهر جدا في الرياضة فمن خلال التنافس بيبتدي نشغل الولاد على القيم دي وكلها مواقف مواقف بتحصل قدامنا بيبتدي ممكن في مواقف ممكن نحوشها يعني ممكن مواقف يحصل قدامي وماستغلوش دلوقتي لأ أنا هستغلو بعدين لما يتكرر من واحد أو اثنين وثلاثة فنجمعه بيحتاج مدرب بقى يعني صاحل وجدان وصاحل قلب وكده وعشان كده كمان الأمهات نامة بتبقى عندهم وجدان يقز مع أولاده أول ما بتشوفي أن الولد بيبتدي يحس بذاته أو بيبتدي يحس بذاته يحس بتمييزه وعايز بقى التسقيف يبقى حواليه طول الوقت بنعمل حواليه بنعمله بنسقف حلو قو ده يعني لازم نسقف طبعا يعني منفعش نحن عشان هو يتواضع ما نسقف لهش لا ما ينفعش نكسر في الفرحة أنه حصل إنجاز معين دي مستحيل وخصوصا أنه هو يستحق يعني هو مش من فراغ يعني منفعش واحد عبد الرحمن مثلا لما ينفعش لو صوته وحش هقوله لا أنت صوتك حلو لا وانت صوتك حلو وانت ماشا وخصوصا أن في حد تاني بيقوله أن صوتك حلو والناس ولا بتقول صوتك نحب بالزبط فأنا داعم جدا صوتك حلو بس وجه الصوت يعني ما ينفعش أن أنا بقى ماشي وطووس آه يا أرض يتهديب عليك لا خلص ما ينفعش ده أنت صوتك حل ربنا اللي مدي لك الصوت فسبحان الله الله سبحانه وتعالى دا لك نعمة حافظ عليها علشان لا تسلم لأننا عادة بنعتاد النعم مهم أول أننا لسه كنا نتكلم نتكلم على مسألة الواضع أن الله هو اللي وضعك في الواضع بالزبط فخلي بالك ودايما رجلك دايما نقول عبد الرحمن رجلك على الأرض هو عطير وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول مثلا يقول أعلمكم بالحلال وحرام معاذ بن جبل يعني كيف لا أستحم الرجل اللي تستحم منه الملائكة كلام في غاية اللقية وغاية مؤمية جدا طيب حضرتك بتمدحيه إيه أكتر حاجة بترأيه وأنت بتمدحيه حاكتين أيوة إنه ما خليهوش أنا ما ركبلوش جناحات هيتطير بيها أيوة علشان ما يخبطش في حتة مش مناسبة وفي نفس الوقت أبقى محسساب إنه أنجز إنجاز أنت أحيانا يجي يقولي أنا لسه محققتش هتحقق إن شاء الله إن شاء الله قدامك سكة طويلة قدامك لسه مشوار فبداية المشوار لازم تبدأ واحدة واحدة شوية 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 لحد ما توصل لما أنت عاوزه ف الكلام ده في غاية الأهمية جدا إنه إحنا وإحنا بنتعامل مع أولادنا نراعي إنه إحنا بنحطهم على الطريق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى فلازم نفتح لهم طريق للأمل وطريق المستقبل خليني أسعى أحدكم آخر سؤال السؤال بيقول إيه بيقول هو الإنسان اللي غير متواضع اللي ظهرت عليه قسمات عدم التواضع ممكن يكتسب التواضع أو لا سؤال صعب يعني في الغالب ده خليني أسأله بطريقة تانية هل أنت عندك كان عندك لعيب مكنش متواضع وبعدين عملت تركة كده معاه وبقى متواضع كده خلص إحنا كده الزبط جد ده فعلا المثل اللي جي في ذهني يعني إنه هي بطريقة صعبة شوية بس فيه ناس يعني لازم يحصل لها موقف قوي شوية عشان يبتدي يحس إنه أنا محتاج إن أنا أتحلى بالقيمة دي إنه بيبقى ماشي حاسس إنه زي ما كانت بدتقال حتة إنه يا أرض تهدي ما عليك يقدي إنه أنا ماشي وبقى أكسر في الناس وبقى أكسر في الدنيا لأ بيحصل موقف يخليه شوية يقف ويبتدي يفكر إنه لأ أنا محتاج إن أنا أهدى شوية سعب بتبقى بموقف قوي وسعب بتبقى بالمشاهدة أنا بحس إن قيمة التواضع قيمة مهمة جدا إنه أنت تشوفها في حد وتشوف عملتله إيه تأثيرها عليه عملتله إيه قل لي هو أكيد مش هيبقى مش هيبقى عارف اللي أحبت كلمة يعني هو كان كورسوف أكشن كده كبير يعني بس كان في الأول لازم يحس إن فيه قواعد وفيه يعني إنه إنه ما ينفعش تتعدى للقواعد دي فلما حس مني إن أنا فيه شخصية قوية وفيه إنه هو هيخبط في حيطة مش مش هيمشي معايا بطريق عوج لازم تمشي عدل وبعد أما حس ده ابتديت أخده على جنب الواحد وأتكلم معاه إنه إزاي إنت تقدر تستغل مهاراتك ومهم جدا إنه نازمة تديله حاجة فاشتغلت معه فاردي ودي حاجة بالنسبة للأولاد اللي تبقى عندها الفخر وكده وعنده عزة النفس دي لما بتديله حاجة هو على طول بيتواضع إنه أنت علمته حاجة إنت فتحت لدينا طريق مهم جدا جدا يا سادي ما حدش يروح يقول لحد أرجوك تبقى متواضع ولا شاف أستاذ ولا شاف والدته ولا شاف والده هو بيقول له تواضع وهو في نفس الوقت بيعمل إيه بيتواضع إنه هو بعد كده بيلين وبيعود معاه وبيكلمه وبيدينه مكافأة عشان يقول له على فكرة أنا مش راجل لا يأتيني أنا ممكن أخط وأنا مش لا يأتيني البطل من بين يديي ما من خلف لا أنا أستطيع إن أنا أعدل الكلام ده وأتنازل عن الشدة اللي أنا كنت فيها إلى لين هو لما بيلاحظ النزول من الشدة إلى لين هو بيحس إنه ده نموذج محترم للتواضع نفس الكلام هل حضرتك جربتي إن أنت تحسي إن السكة راحة كده الكيرف طالع كده فأخدناه وقلنا له تعالى نرجع معلش نرجع خطوة خطوة وراء كده أحيانا بتحسب بس أنا عندي رأي إنه التواضع أو الكبر أو يعني ده بيبدأ من من تحت أو من البداية من طفولة يعني ما ينفعش أنا أفضل أنفخ في ابني طول الوقت حلوة ولما يجي يعني يحصل له جزء كده من الكبر أعطبه وينشأوا ناشئ الولداني فينا على مكان عواده عواده فلازم أبدأ الأمهات تبدأ من البداية وبعدين حاجة أبوه على فكرة أبوه أو أمه من البداية لأنه حاجة كمان حضرتك ذكرتها جميلة جدا وأنا كنت دائما حريصة علي الخدمة الخدمة بتخلي مش بتكسر النفس دي ما بيقوله لا بالعكس ده أنا يعني الخدمة دي بتخلي الناس أنا واحدة من الناس لما بتحط في موقف خدمة بأقد إيه سعيدة وقد إيه حسن أنا بعمل حاجة وبأ كده يعني أنا دائما بقول إن الخدمة بتعمل حاجة لطيفة أولا بتخلي الإنسان ما يشتغلش على الناص اللي فيه لكن يقدر الخير يعني ما بتلعبش على فكرة الناص اللي فيه بتشتغل على مركزية اللي إحنا فينا مركز للخير ونستطيع إن إحنا نعمل الخير فمن بقاش محتاجين إن إحنا نتعامل مع المسألة بشكل مختلف عندها أنا مش عارف أنا مش عايز الحوار يخلص لكن في الحقيقة أنا ممتني جدا جدا لابني وحبيبي أستاذ عبد الرحمن طريق هستعزينك قبل ما نختم بس يا سيدي عشان يعني حيبت كام على قيمة التواضع وكده حرك لازم أوجه التحايل حضرتك على دورك الاجتماعي سواء بمهنة عركة في دور الإفتة أو في مجالس العلم أو حتى في الخدمات اللي حرك بتعملها خارج دور الإفتة أو في أي مكان من فتاوى من تدريبات من نصايح لناس أنا بحس أن كلما تأثير الإنسان على المجتمع بيجبر كلما يبقى صعب بقياسه فحرك ما شاء الله يعني موجود في كل بيت وموجود في كل شخص فينا وإحنا بنشتغل وإحنا بنعمل كل حاجة فدي تحية بس يعني الله يبرك في حضرك سيد عبد الرحمن عبد الرحمن طارق ومن أكتر الناس اللي أنا بحب فيهم أنه هو بيشتغل وبتعلم وبيعمل حاجات في غاية الروعة من غير ما يتوقف أبدا عن التحسين وعن التجربة فحركنا موذج مشرف إن شاء الله أوقات كتيرة في قيم كتيرة عن نكون مع بعض عشان هذا النموذج اللي أنت بتقدمه في مسألة وخاصة في قطاع الناس مش متخيلين فيه أنه ممكن يكون مكان للقيم إحنا كن زمان طول الوقت بيخاوفوا ويروحوا أولادهم ناحية الكورة وناحية الرياضة ليه عشان دي بتخلي الواحد مغرور وبيتخلي الواحد بيسلك مسلك وفي بعض النماذج برضو بتخوفنا لكن في نفس الوقت في نماذج بتخلينا سعداء وأنا أظن أن على إيدك هتكتر النماذج دي يا سيد عبد الرحمن فشكرا لحضرك سيد عبد الرحمن شكرا لحضرك أمان على هذا الجهد الكبير جدا جدا أن أنت بازلتي مع أولاد حضرك وخركتنا شخص يعني فنان أنا بحبه جدا جدا سيد عبد الرحمن رشدي اللي أنا يعني ممتن أن أنا أعرفه وممتن كمان أن حضرك شرفنينا والله يا فند الله يبرك الحضرك نحن النهاردة عشان بس نبقى واضحين التواضع مش معناها أن أنت تعمل واحد وضيع التواضع أن أنت تعمل واحد لي قيمة وبيحافظ على قيمته من دي على قيمته من دي أن يضيع وتفسد وتتفرول لأ تبقى قيمته قيمة حقيقية نقدر نوصل بيها إلى معنى صحيح ومعنى مناسب إحنا في الحقيقة النهاردة تكلمنا مع ضيوفنا عن ده لكن إحنا ماشيين في اتجاه أن إحنا نتكلم عن القيم ودرع في حياتنا طول الوقت الوضاع الوضاع مش هي التواضع وكذلك أن الإنسان يضع نفسه في غير موضعه ليس من التواضع لا أن الإنسان يدعي ما ليس فيه من التواضع ولا أن الإنسان يقصر عما أقامه الله فيه من التواضع كن محسنا كن فاعلا كن كفئا تكن متواضعا فاصل نرجع عشان نستقبل أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم وكمان بنتلقى عليها كل مشاركاتكم اللي بتزدنا نور وبركة معنا أول سؤال النهاردة الأستاذ رضا الأستاذة الأستاذة رضا من هنا معنا معنا الأستاذ طيب ترجع تاني الأستاذة تصل بينا معنا الأستاذ أحمد من الأليوبية عليكم السلام عليكم كاتو اتوضل الأستاذ أحمد سلام عليكم اتوضل الأستاذ أحمد عليكم السلام عليكم كاتو انا وزوجت اه دكتور دايما عندنا وساوس. انت وزوجتك عندكم? وساوس اه. وساوس. طيب وساوس دي. طيب انا انا عندها ايه? وساوس ملا? اه. معلش? بطلع في جسمها علامات زرقة كده. اه يعني ايه عندها وساوس وبطلع علامات زرقة في جسمها. طيب. اه. بتسأل بقى ده جاي منين? اه يبقى. طيب اقول لحضرتك. اولا ده السؤال دوت فيه شقين. الشق الاولاني هو شق الكلام عن التواهم. والشق التاني الكلام عن الطب. شق الاولاني الكلام عن التواهم ده بيحصل للناس كتيرة مع الوسواس ان يحصل لهم اثر نفسي جسماني. بيسموه يعني الاثر النفسي الجسماني. يعني الحالة النفسية تعمل اثار جسمانية على جسد الانسان. وبما ان احنا عندنا وسواس. فاحتمال كبير جدا جدا تكون نفسنا الامارة بالسوق. واخدنا ناحية ايه? ناحية احنا عندنا جن. وعندنا احتمال يكون فيه مس. واحتمال يكون كزا. فبالروح ناحية ده. ده الجزء اللي انا قدر اكلمك عليه بسبب الخبرة الطويلة في التعامل مع هذا الحال. وانا اظن في الحالة اللي زي دي. احنا محتاجين شوية نرجع الى دعم طبي. وناخد استشارة طبية في 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 هذا السياق. لكن اللي انا عايز اقوله لك. احنا محتاجين. من خلال تعاملنا مع ده. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان بييجي حاجة تفسد باطن الانسان. كان بيطلب ان الانسان ينغير وضعيته. فطلب من الغطبان ان هو اذا كان قاعد يقوم. واذا كان متكئ يعتدل. وكأن حضرة النبي عايزه يغير وضعيته. كمان انا بكلمك عن تغيير وضعيته حضرة النبي كان بيستخدم الاجراء عشان تتغير الوضعية النفسية. فاحنا محتاجين نغير وضعيتنا النفسية. فاذا كان عندكم مسواس فانتوا محتاجين تعملوا حاجتين اساسيتين. تغيروا برنامجكم اليومي. واتدخلوا حاجات بتساعدكم في برنامجكم. وخاصة من حاجات اللي انت كنت ركنينها زمان. اذا عملتوا ده فانتوا بتطبقوا حديث رسول الله عليه وسلم في انك انت لا تغضب. لا تستجيب لغضبك. وان انت تغير وضعيتك. ساعتها تبقى افضل واحسن. ده في الشق اللي عن اعمل فيه بوصايا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشق التاني احنا محتاجين دعم نفسي بشكل كبير جدا جدا. بما ان البيت حصل فيه تأثير. وحصل اتعدوى الوسواس للبيت. يبقى احنا محتاجين دعم نفسي اكيد. معنا الاستاذ ام محمد من القاهرة. فضل. ايه حضرتك بتتفضلي يا فاني. ازاي حضرتك? انا مبسوط ان انا اسمعت صوت حضرتك النهاردة والله. الله يرضى عنك ويبارك فيك. والله انا ببسط وبصلي العصر كل يوم وبعد السنة حضرتك. وانا انا بارتح نفسيا لما بسمع صوت حضرتك. وانا والله بارتح نفسيا لما اسمعت صوت حضرتك يا حاج محمد. فضل. بنا يبارك لك. بص يا فيدنا الشيخ. والله انا بقالي خمسة واردعين سنة مع الحج. والحج كان رافض الصلاة خالص. ورافض الصوم. وانا ما بلاها تحجيت. فانا سألت الشيخ قدام الحرم. وقلت له جوزي بيعمل واحد اتنين ثلاثة. وانا متأثرة من اللي هو بيعمله. دنيتني كل ما اقوله صلي يقول لي ما لكش دعوة. روح اصلي. ويشوفني بصلى على السجادة. ويقول لي هو انت روح اصلي روح اصلي عشان ربنا يغفرلك. اقوم انا استغفر ربنا. دنيتنا وراه لما بقالي دلوقتي بتاع عشرين يوم ان انا خليته اتوجه للصلاة. الله اكبر الحمد لله. اه. ربنا يكرمك يا رب. يعني واحد اتوطى وقال لو كان. اه 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 ام اتوطى واندفن بيقول يا ريت ترجعني لاخريتي. طيب. عشان اعمل لدنيتي. دكام وستين سنة ما ينفعش ان انت ما تطليش وكده حرام عليك حرام عليك لا انت قد ولينا بتمريني باي حاجة امه محمد تمريني بايه ان انا اكلمه شوية عشان يستمر ويثبت على الصلاة اه والله يريد طيب يلا توكلنا على الله اول حاجة بس اول حاجة بس هو يكون فاتك وانت في الحرم ان انت تدعيله وخاصة انت بتبصي للكعبة او مسك الملتزم واتدعيله فدعيتيله تعالي كمان ندعيله انا وانت دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليه بنظر اللطف فيمسح على قلبي فيجعل قلبه مهبطا للانوار ومنزل الاسرار ويجعل قلبه موصول بربه الغفار وان يرزقه تجليات الغفران ويجعله الله سبحانه وتعالى في خير حال ويثبت النور المحبة العبادة في قلبي ويجعله في مصاف ينتقب من العبادة الى العبودية ويجعله مخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم انا عايزك تعمل لي شوية حاجات بلاش تقولي له عبارة اوة ترجع تاني ما تقولي لهش العبارة دي خالص عشان ما تكونيش عاون للشيطان عليه وتدعيله في كل سجدة من سجدات صلاتك 34 سجدة ادعيله في يوم ويه تاني وتحاولي بقدر الامكان تتحاولي تكلمي عن حلاوة وجمال ما يجده في الصلاة ويه تتكلموا انت الاثنين والله انا مرة صلت وحصل كذا هذا الكلام اللي بيدخل السروع على القلب ويخليك تدخلي في قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الحسن كصاحب المسك فتبقى انت صاحبة المسك تبقى شاريه بالجنة وما تخلوش يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وتفتحيله ابواب الرحمة التالت حاجات دولة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخليه في خير حال وانا بقول له يا حاج ابو محمد عشان هنفترض ان الاسم دوت حاج ابو محمد الصلاة دي جنة قطعة من الجنة ربنا جعلهن بتتفتح ابواب الورصال بالله سبحانه وتعالى فندخل فنجد في الصلاة ما لا عين الرأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا مقلوب الداوت في الصلاة ويا ما صدور شرحت في الصلاة ويا ما جراح ذهبت في الصلاة ويا ما ناس ارتاحت من همومها ويا ما ناس نزلت من عليها ديونها كل ده بيحصل في الصلاة كل الجمال ده بيحصل في الصلاة ولذلك الصلاة عمود الدين ليه عمود الدين لان هذا العمود بيثبت الامان في قلبك وبيخليك موصول بالله سبحانه وتعالى فاوعا الا الصلاة اول ما يسعى العبده عنه العبد الصلاة فلابد ان انت تخلي بالك من الصلاة السيدة محمد من الشرقية تفضل ايه سعى عليكم ازيك يا شيخنا الحمد لله نعمة وفضل اخبر حضرتك ايه فضل ونعمة الحمد لله يا رب دايما معلش يا شيخنا انا بس عندي سؤال تفضلي لو سمحت واجوزي كان عايز مني طلب يعني كده فالطلب ده ما كانش معايا انا شك بالصراحة ان اذا كان الطلب ده معايا او لا تمام فهو قالي الطلب ده هو تلق يعني هو مش معاكي انا شك كان هو في بيت بابايا او في البيت بس بالصراحة انا لما زعق لي وكده انا حتى قلت لو الطلب موجود في البيت انا مش انطلعه انا بس يعني المهم جايلي بعد شوية قال لي يعني الطلب مش معاكي قلت له لا مش معايا قال لي طيب الطلب لو في الطلب ده لو في البيت تو بنتي طالق بالتلاتة تمام انا اتصلت معايا شيخنا انا سامعا كويس انا اتصلت بأخويا قلت له انت لقيت الطلب دوت قال لي لا انا مش لقيت نفترض ان الطلب دوت الايمة هو في البيت نعم نفترض ان الطلب ده الايمة تمام ماشي اه فهي دلوقتي سألت انت ما كنتش تعرفي ان هي في البيت ولا مش في البيت لا كنت شك ان اغلبية كنت شك ان انا اخدتها اخر مرة من اخويا وهي في البيت طيب بس لهوكته لهوكته على طلب دوت وضرب بنتي فعيتها انا خفت فقلت ريح تماغه وقلت له لا مش موجود عشان ما دورش وننهي الموضوع طيب فهو جيها قال لي طيب يعني يعني الايمة دي مثلا نفترض يعني مش معاكي قلت له اه مش معايا قال لي طيب الايمة دي لو في البيت تو بنتي طالق بالتلاتة طيب وتأكدت ان هي في المية انا كنت برضو متأكدة ان هي في البيت في بيتي طيب بس برضو يعني اتأكدت من اخويا قال لي لا الطلب ده مش معايا طيب ان اقترب بقنا خلاص الطلب ده في البيت اكيد فيها مية في المية ونقترض ان انا كنت متأكدة طيب انا دلوقتي ظروفي ايه بقى ولا حاجة ظروفي كل خير ان شاء الله بس ما تعمليش كده تاني يا امو محمد ما تعمليش كده تاني لان دوت غلط خطر شويتين ثلاثة خطر على ايه مش خطر بس ان انت لا ايه خطر على علاقتك بزوجك ما تخليش الخوف يخليك يتعملي شوية حاجات بالصح طيب انا عارف ان انت هو عايزها يعمل بها ايه اكيد عايزها عشان ياخدها ويقطع او ياخدها ويعمل اي حاجة تاني او ياخدها ويطلقني طيب انا بقولك بنصحك بايه اولا انت بتسأليني هو انا لسه امراته ولا مش امراته مسألة سهلة اول خليه اتصل بيه اتخذي رقم تليفوني من الكنترول او يتصل بمئة وسبعة بدر الافتاء المصرية ليه لان المسألة في مسألة الطلاق احنا لازم نتحقق من صاحب الطلقة مين اللي صاحب الطلاق ده صاحب الطلاق ده الزوج لان احنا نسأله انت كنت بتقول كده ايه اصدق ايه وما تخفيش ان شاء الله الامر كلها تكون في خير ان شاء الله يبقى هو لازم يسأل فانت بتسأليني دلوقتي طيب انا مش هادر اقوله لان انا لو قلتله هيعرف ان انا كدبت عليه ولو كدبت عليه لو هو كان ايل لو الايمة كانت هنا وكان بيقددني انت اصلا ما كنتش تعرفي مش متيقنة فلما قلتله انا مش عارفة يعني كلمة عارفة دي تنفع تتقال على الظن وتنفع تتقال على اليقين المفروض ان انت كان غالب على ظنك بس مش متيقنة فكان معنى كلامك ان انت مش متيقنة فمعنى كده ان هو لم يصعد في محلك وعشان كده بقولك اتطمني بس لو قدرتي تخليه يسأل خليه يسأل وده وتعيكون احسن يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة اوي تكلمنا عن قيمة مهمة اوي قيمة دي لو الانسان التزم بيها بتخليه لطيف وجميل وتقرب منه هقولكم حاجة فيه سر ما شفتش قيمتين زي دولة ان الانسان يكون متفائل وينشروا التفائل ومتواضع ما شفتش حاجتين بتأسر القلوب قد دول التواضع وان الواحد يكون بينشر البشر ما بين الناس حاولوا دايما تمشوا بالرجلين دولة ما بين الناس الرجلين اليوم بيخلوكم هي اللين وبيخليك كمان باب من ابواب الفتح والتوفيق على الناس يا رب رزقنا مددك يا رب عشان نكون من اهل وصلك ونكون من اهل التواضع ونكون من اهل كمان ان نعرف اننا انما وضعنا الله سبحانه تعالى في هذه الحياة بكرمه ووده ونسير في الناس بالعبودية والخير والجمال بالرحمة والخير والجمال على الدوام يا أرحم الراحمين رزقنا هبتك ولا تقطعنا مددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين